مقاطعة عن مساوية تعتزم تشريع عقد الاندماج الالزامي لطالب اللجوء دي كانت مقاطعة فورال البرج اللي كان فيه عندهم اختراح ان يكون فيه عقد اندماج الزامي لطالب اللجوء انه يشارك في بعض المعاملات في الحياة الاجتماعية في المجتمع ككل وانه يتعلم اللغة يلتزم رأيك عقد زي العقد ده يكون عقد الزامي هل ده شيء جيد ام انه شيء سيء لا اذا بتسألني كرأيي انا ارى ممتاز للغاية هذا عقد عم بقول لك تفضل يا سيدي اللاجئ بنتوقع عقد بدك تتعلم لغة ستلزم بتعلم لغة مع ان طالبي اللجوء غير ملزم يتعلم لغة سيلزم بتعلم اللغة وسيلزم بالقيام بعمل تطوعي وسيلزم ايضا باشوه كمان سيدي الكريم عن حق له تتضمن الالتزام بالقيام الاساسية وتعلم اللغة والقيام بعمل تطوعية طب هذا الشخص اذا عم يساهمه بادماجه بالشكل الصحيح ورح يقول له خد 110 يورو كمان باخر هالشهر يعني فعليا هذا الشخص فعليا اجده فرصة اجده فرصة حتى يقوم بالاندماج السريع بهذا البلد فبالعكس هذا قرار جريء وقرار ترفع له القبعة من حزب الشعب انا كاحمد براد اما من الناحية القانونية شو بيقول لك القانون بيقول لك لا يجوز الزام او اجبار طالب اللجوء باي نشاط تعليمي او عمل ما قبل حصوله على حق اللجوء فهذا بالتالي يتعارض مع بعض القوانين ان كانت المحلية او الاوروبية طبع انت بشاب ان الموضوع ده ويكون تحفيز لي انا قلتلك هذا كلامك صحيح انا قلتلك انا اراه هذا قرار جريء جدا وعملي جدا من حكومة فورل بيرج والتي هي فعليا حكومة من حزب الشعب فبالتالي هذا قرار جريء وانا اتمنى ان يتم تعميمه على كامل التراب النساوي على فكرة دي بداية نعم هذه بداية ولكن هل سيستطيعهم لا هيو عمام بالضبط فهذا الشيء هذا كتجربة دائما هي قرارات جريئة بتقوم تبدأ بتجربة في مقاطعة معينة ثم شوفوا رد الفعل بالضبط وماذا قالت لك المقاطعة او العمدة فيلنار عفوا ماركوس فيلنار قال لك هذه مرحلة تجربية ولا نعاقب احد ستجرب لمدة اشهر هذا الزكاء السياسي فعليا لانه لو بده يقولك اذا ما بتعمل هيك بعقبك فخالف للدستور صار بخالف قال لك سنقوم بتجربته سنقوم بتجربته ريس ما يتم ماذا يتم القيام بالصيغة القانونية الحقيقية لهذا القرار حتى ربما نرشاهده هم بينتظروا النتائج نعم النتائج اذا كانت النتائج إيجابية هيقولك شوف المفرق بين الاتنين نعم وهذا القرار على فكرة مطبق ببعض الدول الاوروبية صراحة لا يحتردني الاسم ولكن على الاقل في الدنمارك منفذ بالقيد ترجمة نانسي قنقر